هي آخر مهلة يعطيها الرئيس الأمريكي للاتفاق النووي الإيراني بعد أن وافق على تعليق العقوبات الاقتصادية السابقة على طهران دونالد ترامب منح حلفاء بلاده الأوروبيين فرصة أخيرة لإصلاح ما وصفه بالعيوب المروعة في الاتفاق النووي مع طهران كما هدد بإنهاء العمل بالاتفاقية في حال فشلت الدول الأخرى في التسرف في هذا الملف رد إيران على هذا القرار كان على لسان وزير خارجيتها محمد جواد ظريف تهران تقول إن الاتفاق غير قابل لإعادة التفاوض وإن موقف ترامب يرقى إلى حد محاولة يائسة لتقويد اتفاق قوي متعدد الأطراف وعلى ما يبدو الرئيس الأمريكي سيواجه وحيدا شراكاء هذا الاتفاق فروسيا تعتبر أن تصريحات ترامب سلبية للغاية مؤكدة أنها مستعدة لتصدي لمحاولات تقويد خطة العمل الشاملة مع إيران وبنسبة لألمانيا فتقول إنها ستتشاور مع بريطانيا وفرنسا بشأن كافية المضي قدما في تطبيق الاتفاق النووي مع طهران أما الاتحاد الأوروبي والصين فعرض مرة عدة فكرة إلغاء الاتفاقية النووية ولتبقى الولايات المتحدة في الاتفاق حدد الرئيس الأمريكي عدة شروط على إيران أن تسمح بالتفتيش الفوري لكل مواقعها التي طلبها المفاتيشون الدوليون وكذا البنود التي تمنع إيران من تخصيب اليورانيوم يجب أن تكون دائما كذلك يقول ترامب إن على القانون الأمريكي أن يربط بين برنامجي الأسلحة النووية والصواريخ بعيدة المدى ليجعل إجراء طهران لاختبارات الصواريخ سببا في فرض عقوبات صارمة وبالإضافة إلى هذه الشروط فردت الولايات المتحدة عقوبات موجهة جديدة على 14 كيانا وفردا فيما يتعلق بالجمهورية الإسلامية